الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان قصد سامو شهيدنا الكرام بتوقيت العراق وهذه نشرة مباشرة والبداية بأبرز العنوين بعد مبادرة لحل الأزمة الراهنة رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم يعلن عدم المشاركة في الحكومة المقبلة هو الثالث من نوعه خلال أيام هجمت الكاتيوشا تطال مصادر الطاقة بكردستان ودخان سياسي من نار الاستهدافات نزع الوقود يدخل مرحلة خطيرة مذبحة داخل محطة تعبئة في البصرة لرفض منح البنزين خارج الظوابط أهلا بكم مشاهدينا مجددا البداية من آخرية تطورات السياسية الراهنة حيث أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم عدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي ما يزال الجدل مثار حولها لا سيما بعد انسحاب صدر من العملية السياسية وقال الحكيم في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي نجدد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة واستمرارنا بالدور الوطني في تقريب وجهة النظر بين الفرقاء السياسيين مردفا بالقول سنواصل الضغط باتجاه تشكيل حكومة حكومة خدمة وطنية قادرة على التقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى وكانت حالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم رئيس طيار الحكمة وحيدر العبادي رئيس ائتلاف الناصر قد طرح مبادرة سياسية لإدارة المرحلة القادمة نصت هذه المبادرة على أن الأزمة ما زالت مستمرة وأن المرحلة القادمة يجب أن تكون انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة مع تشكيل معادلة حكم وسطية تكون محلة اطمئنان قول لالقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة وحذر العبادي والحكيم من المبادرة في هذه المبادرة من اعتبار الأزمة قد انتهت والعمل بعقلية الغلبة لأنه خطأ والأزمة قائمة كما اعتبر أن من الخطأ أيضا بناء القادم على أساس من مخضات الحاضر من اختلاف وصراع فمعادلة حكم إقصائية ستعمق شعور بالخسارة والحيف نافتين إلى همية إدارة المرحلة الحالية كانتقالية تنتهي بانتخابات جديدة لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي وأكد الحرص على منجزات نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة وأعلان مبادئ مطمئنة وجاذبة للداخل والخارج من قبل القوى المشكلة للحكومة لملفات مهمة وشائكة كدعم للحكومة هذا واستبعد الأمين العام لعصائب أهل الحق القيدي في الإطار التنسيق قيسة الغزالي استبعد تشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد انسحاب تيار صدري من العملية السياسية فيما دعا إلى اتفاق سياسي لإعادة الانتخابات بعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء التصويت الإلكتروني وأيضا إجراء تغييرات مهمة في المفاوضية ورأى الخزالي أن الخلل بعد انسحاب كتلة صدرية من البلمان بات أعمق وأكثر تعقيدا ولا يمكن أن تتشكل الحكومة في ظروف هادئة وتستطيع أن تنجح لذا فإن هناك ضرورة لاتفاق سياسي يعيد إجراء الانتخابات التشرعية النيابية ثلاث ركائز وضعتها الكتل السياسية لتبني عليها مصار تشكيل الحكومة القادمة والتي وصفت بأن حكومة خدمة وطنية لتطويب ذلك حكومة الأغلبية الوطنية التي عجز الفائز الأول بالانتخابات عن تشكيلها وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة بتوازن وشراكة وتوافق مكتوبات على ورق البيانات حتى الآن وضعت الكتل السياسية أعمدة تشكيل الحكومة القادمة أعمدة لا جديدة فيها إلا الغائب في البرلمان الحاضر بقوة في الشارع التيار الصدري الفائز بأكثر المقاعد في الانتخابات الأخيرة المضحي بلا ثمن كما وصف فقد خرقت الديمقراطية العراقية وللمرة الثانية أسس الديمقراطية في العالم وأي خرق؟ إنه خرق يتيحه الدستور العراقي الذي يمنح ثلث نواب البرلمان إمكانية منع الفائز والمتحالفين معه من تشكيل الحكومة فقبل الصدر فاز إياد علاوي بأكثر عدد من مقاعد البرلمان بانتخابات 2010 لكنه أيضا عجزه وتحالفه عن تشكيل الحكومة بسبب ثلث التعطيل فما كان لعلاوي حينها إلا التنازل عن تشكيل الحكومة لغريمه آنذاك نور المالكي وكان بعد ذلك ما كان من مآس انتهت باحتلال ثلث العراق على يد عصابة إرهابية عاثت بالأرض الفساد وأهلكت البلاد وقتلت وشردت العباد وكانت ضحية هنا أبناء المحافظات الغربية الذين كانوا يشكلون جزءا كبيرا من تحالف ياد علاوي المتنازل مجبرا لا بطلا عن حقه في تشكيل الحكومة وها هو ذات المشهد حرفيا ينتقل اليوم من الغربية إلى الوسط والجنوب فالتيار الصدري الثقل الاجتماعي والسياسي والديني بل وحتى العسكري والذي يعتبر أكثر الفواعل هناك تنظيما لم يتمكن بأغلبيته العددية والتنظيمية من كسر العرف القائم على التوافق ليذهب باتجاه الاحتزال السياسي التام منتظرا الفرج إلا إذا الله فرج والله قادر على كل شيء جل جلاله في المشهد الأمني تعرض حق الكومور الغازية الذي تديره شركة دانا غازة الإماراتية في قضاء جمجمال ضمن محافظة السليمانية إلى قصف صاروخي هو الثالث من نوعه في غضون أربعة أيام فقط وأبلغت مصادر خاصة من ناحية قادر كرامن الصواريخ استهدفت مجددا حقل غاز كومكور التابع لشركة دانا غاز من دون معرفة حجم الأضرار ويشار إلى أن هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه لهذه الحقول على مدار الأيام الأربعة الماضية أفادت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب أن حقل كور مور الغازي تعرض إلى قصف بست سواريخ خلال الهجمات الثلاثة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية وبالتزام مع القصف الصاروخي الثالث والذي تعرض له الحقل اليوم السبت شرعت القوات الاتحادية المشتركة بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش في القرى المطلة على ناحية قادر كرام بمحافظة السليمانية على خلفية الهجمات الصاروخية بهدف تطهير تلك المناطق التي تقع في حدود القوات الاتحادية في غضون ذلك وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة عالية المستوى لتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادة لطيف في محافظة الأنبار وجه في بيان لوزارة الداخلية أن الغانمي وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى لتحقيق في ملابسات حادث العقيد عاد اللطيف كما أمر بأن تتوجه هذه اللجنة إلى محافظة الأنبار لبدء سير التحقيق وفي المثنى فاد مصدر أمني في ياسم وبمقتل شاب عشريني على يد زوجته بطريقة بشعة جدا بعدما أقدمت على طعنه بواسطة سكين مطبخ في منطقة الرقبة المصدر أوضح أن المصاب نقل للمستشفى وتم الادعاء في أول الأمر بأن الحالة انتحار وبقي لمدة نصف الساعة وتوفي هناك ثم بيّن طبيب المختص بأن الحالة جنائية وليس انتحارا وأشار إلى أن حالة القتل حصلت بسبب خلافات زوجية بين الطرفين من جنبها ذكرت شرطة المحافظة في بيّن لها أنها شكلت فريق عمل برئاسة قائد شرطة أقول المثنى بعد الشكوك الحاصلة في الجثة لكون الحادث جنائي وبدأ التحقيق تم الكشف عن الجريمة خلال الساعتين حيث ألقى ألقي أقول القبض على الزوجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها أكدت وزارة الكهرباء سعيها لزيادة الإنتاج اليومي إلى 24 ألف ميجاوات فيما أكدت أن ذلك مرهول بارتفاع تدفقات الغاز الإيراني التي ستسمح بإدخال محطات جديدة للعمل وعيضا زيادة ساعات التجهيز الوزارة أوضحت أن حجم الإنتاج الحالي من الضاقة يصل إلى قرابة 20 ألف ميجاوات يوميا مبينة أن هذا الرقم ما زال لا يسد الحاجة الكلية وأضافت أن الجانب الإيراني أبلغ بعد دفع المبلغ المتأخر من الديون أن العراق بحاجة إلى ما بين 55 مقمق يوميا وما زالت الكمية الواصلة حاليا بحدود 40 مليون فقط وعن أزمة الوقود في البلاد وضحت وزارة النفط أن الأزمة ببعض المحافظة أقول حدثت بعد زيادة في الطلب كان نتيجة فارق سعر البنزين في هذه المحطات والمحافظات مع إقليم كردستان مما شجع بعض ضعاف النفوس الحصول على كميات من البنزين ونقله وبيعه في الإقليم مما تسبب في حدوث إرباك وخلل في عملية التجهيز الوزارة أشارت إلى أنها فاتحت الجهات الأمنية كافة بهدف تعاون معها لمراقبة حركة المنتجات النفطية ومنع عمليات التهريب إلى خارج المحطات أو استغلال الحصص المقرراتي للمحطات غير الحكومية وأيضا العمل على منع التجاوز على حصص المحافظات من خلال إجراءات صارمة مبينة أن هذا التعاون من قبل الجهات الأمنية أثمار عن إلقاء القبض على العديد من المتجيرين والمهربين وضع في النفوس ووضع اليد على أوكار خزن وبيع الوقود خارج الضوابط سواء في بغداد أو المحافظة الأخرى إلى ذلك أعلنت قيادة شرطة الديالة ضبط أكثر من 15 ألف لتر من مادة البنزين مخزونة في بساتين المحافظة تمهيدا لتهريبها وذلك خلال عملية نوعية لملاحقة أوكار تهريب المشتقات النفطية وأيضا إنهاء أزمة الوقود في المحافظات وذكرت الشرطة في بيان لها أن كمية مادة البنزين المضبوطة كانت عبارة عن خزنات وبراميل مخزونة داخل البساتين معدل التهريب وتحوير خزنات الوقود لعدد من العجلات مؤكدة ان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأجل إنهاء معاناة المواطنين من الانتدار لساعات طويلة لغرض تزويد العجلات بالوقود هذا ورصدت كاميرات المراقبة في محافظة البصرة هجوم مجموعة من الأشخاص بوسطة السكاكين والقامات على عمال محطة تعبئة للوقود وبحسب شهود عيان فإن الهجوم حصل في محطة وقود الجنيلة وأسفر عن حدوث إصابات خطيرة وكسور في صفوف عمال المحطة وأشاروا إلى أن سبب هذا التعرض هو عدم موافقة العمال على تزويدهم بالوقود بواسطة أجلا شهدت محطة الوقود في مدينة الموصل زحاما شديدا حيث يضطر بعض السائقين للانتظار لساعات طويلة في طوابير من أجل تابعة الوقود وأثار الوضع استياء سائقية سيارات الذين طالبوا بسؤولية المحافظة بإيجاد حل عاجل للأزمة وأكد سائقوى السيارات أن أحد الأسباب المؤدية إلى النشوء هذا الزحام هو توجه بعض سائقي أربيل ودهوك إلى الموصل للحصول على البنزين مطالبين بإعادة عمل المحطات على مدار الـ 24 ساعة خلي رجعوا للبنزيخانات نظام الـ 24 يومين ولا سيارة ما تظل يومين ولا سيارة ما تظل رجعوا للبنزيخانات 24 ساعة خلال يومين ولا سيارة ماكم وهذا سر البنزيخان قدامك إحنا من القصور واقفين هايامها البنزيخان المجموعة من هنا واقفين من القصور زينا نحن شنو ذري منه؟ بالمناسبة اليوم السراء وصل إلى القصور الرئاسية طيب ليس هذا الكذب؟ وانت مسؤول يا أخي ليش تكذب؟ ليش تكذب؟ تخاف المسؤولين ما لك وما تخافنا الله وما تخافنا هيا الناس تديع عليك؟ ليش يا أخي ليش؟ الحل الوحيد لفض أزمة الوقود هو تغيير هؤلاء الفاشدين سووا كوبون قبل أسووا بضاقة السكن تقريباً انتهت الأزمة على بضاقة السكن رجعوا بعدين لغوها ومشوا لأنهم ما تصرفوا لما الشغلة مشوا الكوبون الكوبون يمكن من مليونين سيارة اللي استلموا خمسين ألف فقط وهذه المحطات الداشرة فارغة ما أحد يستلم منها فقط هاي الجامعة وكم محطة القاهرة القاهرة أشكبرها؟ ولا ماكو سدوا مع هاي الأزمة الجزائر محطة الجزائر السمسدودة التأميم إذن عبر الكوبون الإلكتروني بإمكانك أن تتزود من المحطات الحكومية في محافظة كاركوك وفق التسعير المثبتة أربعمائة وخمسين دينار للتر الواحد بينما لو كنت زائراً أو وافداً إلى المدينة سيكون عليك الوقوف بطابور لا بداية له ولا نهاية من أجل أن تحصل على وقود بألف دينار للتر الواحد مع سبق الإصرار والترصد تغيرت تسعيرة الوقود في كاركوك فارتفعت إلى ألف دينار للتر الواحد يأتي ذلك في ظل تحديات سياسية واقتصادية تواجه إدارة المحافظة مع الحكومة المركزية يضاف لها ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الوقود للأسف الشديد تواجه الإدارة عقبات أحياناً في تجهيزها بالوقود وفق ما أقرته وزارة النفط من ضوابط والتعليمات نحن في أشهر الضروة هناك استهلاك مفرط يتزامن ذلك مع أيضاً زيادة الطلب على الوقود طبيعة كاركوك وجغرافيتها المحاددة مع مدن تشهد ارتفاع كبير بأسعار الوقود تشهد إقبال وزيارة المدينة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود وأيضاً ارتفاعها العالمي فبالتالي جملة من التعقيدات لكن الإدارة تواصل عملها لي النهار لغرب الانسيابية في التجهيز الحكومة المحلية هنا دابت إلى اعتماد البطاقة الألكترونية حلاً يضمن حصة أهالي المدينة من المنتوج بالتسعيرة الحكومية المعتادة 450 ديناراً للتر الواحد مع الأخذ بالاعتبار أن على المواطن أن ينتظر ثمانية أيام من أجل التزود مرة أخرى أنا أصل عندي سيارة والله اليوم عفتها بالبيت وطلعت لأن ما بيها بنزين وبات يرى وصل السراي تروح أفول من الحكومة والأهلي هاشوف عينك بل في دينار وسره واصل مفتر راجع لهنا يعني شون أفول والله ما أفول والله في دينار قد أنا ترى خارج بمحافظة يعني خارج كركوب من أروح وأرجع يعني عشر تلاف دينار ما تكفينا إذا أنت كل ما تفول عشر تلاف دينار عشر لترات شتكفيك محطتان فقط خصصتان لمن لا يمتلكون البطاقة الوقودية والزائرين والوافدين كذلك بينما تعمل بقية المحطات الحكومية بنظام أربع وعشرين ساعة حسب الكوبون المخصص سلفا في مدينة تزخر بالثروات النفطية يقف مواطنها مستفهما عن المنطق الذي يفترض أن يؤدي إلى وفرة في المنتوج مقارنة بإيرادات الصادرات النفطية التي سجلتها كاركوك خلال الشهر الماضي والتي كانت الأعلى خلال هذا العام من كاركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة أعلنت وزارة العمل وشؤون الاجتماعية تسجيل أكثر من مليون عاطل من مختلف الفئات وخريجي وزارتي تعليم العالي والتربية خلال المدة الماضية دائرة العمل والتدريب المهني أشرت في بيان لها إلى وجود أضعاف هذا العدد من العاطلين غير المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة تعية إلى تدفر الجهود لخلق فرص عمل حقيقية لهم في القطعين العام والخاص وعيدا إلى إعداد خطة وطنية لحل هذه الأزمة وأضفت أن الوزارة أبرمت اتفاقا مع منظمة العمل الدولية لتطوير المناهج التدريبية في مراكز التدريب التابعة لها ودعم القطاع الخاص عن طريق مخرجة التدريب المهنية التي تتلأم مع سوق العمل وفي الصحة سجلت وزارة الصحة ارتفاعا جديدا بإصابة فيروس كورونا خلال الساعة الأربع والعشرين ساعة الماضية ووفقا للموقف الوبائي فقد سجلت الصحة 1345 إصابة جديدة في عموم العراق و281 حالة شفاء مع عدم تسجيل أي حالة وفات صحيا أيضا شددت وزارة الصحة على وجوب ترك حالة التراخي والالتزام بالوقاية وتلقي لقاح المضاد لكورونا مؤكدة تسجيلها سرعة أكبر في الإصابات بالفيروس خلال الموجة الخامسة الصحة أضافت في بيان لها أنها لم تسجل ضمن الموجة الخامسة من جائحة كورونا حتى الآن لم تسجل حالات معقدة كذات الرئاء أو وفيات إلا أن سرعة الإصابة بالفيروس أعلى من الموجات السابقة واشارت إلى أن الموجة ما زالت ببدايتها وربما تزداد شدة الإصابات أو ربما توازي الموجات السابقة محذرة في بيانها من تطورها لإصابات رئاوية إصابات نقول رئاوية وخيمة كما حدث في الموجتين الثالثة والرابعة لطالما عانت الأقضية غرب محافظة الأنبار وخاصة القائم عانت من تردي القطاعات الصحية هناك خصوصا بعد الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي ولكن اليوم وبفعل الحركة الإعمارية في المحافظة تلبس ثوبا جديدا من الإعمار والبناء نشاهد حركة تطويرية للقطاع الصحي تشهدها أقضية غرب الأنبار ومنها قضاء القائم الذي شهد أعادة تأهيل المستشفى العام بطاقة 200 سرير وتجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة كالأشعة والسونار والرنين والمفرس والتي بدورها ستغني أهالي القضاء من السفر للمحافظات الأخرى لإجراء الفحوصات فضلا عن تأهيل عشرات المراكز الصحية التابعة للقضاء التي دمرت بسبب الحرب ضد الإرهاب مستشفى القائم العام الذي يعمل الآن تم توسعة به توسعة كبيرة بحيث فتحنا ردهات جديدة صالات عمليات بناية دار الطباء بناية إدارة للمستشفى المستشفى القائم الآن يعمل عمل كبير جدا يقدم خدمات كبيرة تم تجهيز المستشفى جهاز مفراس حلزوني وجهاز رنين مغناطيس أنا أعتقد أنه مستشفى القائم سواء الإختصاصات أو المؤسسات الصحية الحمد لله أنه كامل أكثر من 90% دمار الحرب طالما يسمى بالمستشفى التركي أيضا الذي يعود لملاكات وزارة الصحة حيث تمت الموافقة على إعادة تأهيل هذا المشفى الذي سيسهم في حال إنجازه بتوفير كافة الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة لمعالجة الأهالي هناك حيث يوجد ثلاثة مواقع لهذا المشفى توزعت في هيت وحديثة والقائم وجميعها أحيلت لإعادة التجهيز والبناء الكثير من الوحدة وحدات الطبية افتتحت مؤخرا لم تكن موجودة في محافظة الأنبار كوحدة الحروق وغسل الكلا فضان عن افتتاح مركز لمعالجة الأمراض السرطانية التي يتوفر بها أحدث الأجهزة وجميع العلاجات المهمة منذ أكثر من خمس سنوات على تحرير القائم وجهات الصحية تسعى لتقديم الخدمات لأهالي القضاء من خلال إعادة تأهيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي بلغت نسب الإنجاز فيها نحو تسعين بالمئة لتكون جاهزة لاستقبال كافة المراجعين هناك من الأنبار الدريس يحيى قناة الفلوجة وفي شان آخر توقعت الهيئة العامة للأنواع الجوية أن يتعرض إقليم كردستان وتسع مدن عراقية أخرى إلى عاصفة ترابية شديدة بدءا من اليوم وتنتهي في المحافظة الجنوبية غدا الأحد الهيئة ذكرت في تقرير لها أن توقعات تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم تؤدي هذه الحالة إلى تصاعد الغبار وحدوث عاصفة ترابية ابتداء من مدينة المنصل وضفت أن العاصفة ستشمل أربيل وأزاء مندهوك والسليمانية وصولا إلى كاركوك وتكريت والأنبار والعاصمة بغداد وديالا وكربلاء وبابل وأزاء من النجف كما رجحت الهيئة هطول زخات أمطار رعضية في المنطقة الشمالية وخاصة الجبلية منها في سياق ذلك حث معهد أمريكي العراق على التحرك من أجل تصدي لمشكلة العواصفة الرملية التي تشكل تهديدا للحياة في منطقة الهلال الخاصي من خلال مجموعة من الخطوات من بينها إعداد تشجير المناطق المتصحرة والتعلم من تجارب الدول المجاورة بما فيها تركيا وأشر التقرير إلى أن البنك الدولي قام بدراسة في عام 2019 خلصت هذه الدراسة إلى أن التكلفة الاقتصادية للوفيات المبكرة النجمة عن الرمال والغبار ارتفعت بنسبة 123% بين عامي 2019 و2013 لتصل إلى أكثر من 140 مليار دولار ولفت هذا التقرير إلى تأثيرات أكثر خطورة على البلاد ككل بما في ذلك على النشاط الحكومي والعسكري حيث ينظر إلى هذه العواصف على أنها كابوس طائر لأنها تقلل من قدرة طيارين التجاريين والعسكريين على الرؤية بعد تعرض بحيرة حمرين للجفاف الشبه التام أصبحت محطة أسفل الخالص في محافظة ديالة المنفذ المائي الوحيد لأهالي قضاء بعقوبة والخالص في وقت تسبب التلك بعمل المضخات بزيادة معاناة ديالة من نقص المياه الخام حيث وصل إلى 75% تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير تبلغ الطاقة القصوى لمشروع أسفل الخالص 39 مضخة وتعتبر هذه المحطة المنقذ الوحيد لقضاء الخالص وبعقوبة بعد جفاف بحيرة حمرين إلا أن بعض المضخات متوقفة وأخرى طور الصيانة بالإضافة للتيار الكهربائي المتذبذب عوامل جعلت من هذه المحطة لا تغذي جميع المناطق والأنهر المقررة لها لتستمر أزمة شح المياه في أغلب المناطق أغلب المضخات الموجودة في التام عادة تأهيلة وصيانتها وهي حاليا شغالة بقى العدد القليل من المضخات التي قيد الصيانة انقطاعات الكهرباء خاصة بالفترات السابقة كانت كثيرة بالتالي تؤثر على العمل المحطة نأمل بأنه موضوع الكهرباء والتيار الكهربائي يتحسن أكثر فأكثر كان من المؤمل حل مشكلة المياه من خلال رابط نهر خريسان المغذر رئيسي لأكثر من 500 ألف نسمة في بعقوبة بنخل الدجلة من خلال محطة أسفل الخالص وفي مشروع أقر قبل أشهر لأن المعاناة ما زالت مستمرة من خلال التوقفات الكثيرة والمتكررة للمضخات مما سبب نقصا بالمياه الخام وصل إلى 75% من حاجة القضاء لاحظنا إنشاء مشروع لتحويل المياه من نهر دجلة إلى نهر خريسان للقضاء على الشحاء التي يحاني منها هذا النهر لكن للأسف بسبب التلكوء لم ينجز هذا المشروع لو أنجز بالطريقة الصحيحة وتم تشغيل جميع المحطات لتخلصنا من نسبة 75% من هذه الشحاء وتخلصنا من الأمراض التي رافقت هذه المشكلة ويبقى المواطن يواجه العطش وشح المياه مع استمرار الحلول الترقيعية لأغلب المشاريع ونقص التيار الكهربائي لأكبر محطة مياه في ديالة من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة وفي موضوع مغير وعلى أثر ما تصفه أسر شهداء تشرين بالتسويف والتقصير الحكومي والقضاء في محاسبة قتلة المتظاهرين والمتورطين أقول بقمع التظاهرات طالبوا بتشكيل لجة قضائية دولية تتكفل بالتحقيق في دعاوى الشهداء والنشطين من أجل حسم تلك الدعاوى وإنصافي الضحايا وأسر الشهداء بعد أكثر من سنتين على وعود ممثلة الأمم المتحدة جنيني بلاسخارت لعوائل الشهداء طالبوا بتدويل قضية مقتل أبنائهم بعدما سأموا الوعود والتحقيقات بحسب آراءهم كما طالبوا بتحويل قضية قمع المتظاهرين كقضية رأي عام مرور أكثر من عامين على تدوين قضايا شهداء تشرين المباركة لحد الآن ورغم من لقائنا بالسيدة وكيلة أو ممثلة الأمم المتحدة لحد الآن لم تبدأ أي نتائج من تدوين دعاوي وقضايا استشهاد شباب تشرين المباركة كذلك الأمم المتحدة وخصوصا ممثلة أبلاسخارت كان نتيجة الضغط الشارع الأراقي حاولت تنطي سنتيا وهي عبارة عن ضغوط على الأحزاب نفسها في سبيل يأخذون مكاسب من الأحزاب ليس ينطون حقوق الشهداء التشرين أو الشهداء الحقيقيين لا بالعكس وإنما في جميع الجهات الدولية والداخلية هي كلها متعاملة على الشعب الأراقي وهذا أصبح شيء واضح على إثر ما تصفه أسر شهداء تشرين بالتسويف والتقصير الحكومي والقضائي في محاسبة قتلة المتظاهرين والمتورطين بقمع التظاهرات وتصاعد معدلات جرائم الاختيال ما دعاهم للمطالبة بتشكيل لجنة قضائية دولية تتكفل بالتحقيق في دعاوي الشهداء والناشطين من أجل حسم تلك الدعاوية وأنصاف الضحايا وأسر الشهداء بالحقيقة نحن اليوم راقب التحركات المبعوثة المؤمن المتحدة من وقت طويل يعني وعدتنا أكثر من المرة بأن سوف يكون هناك تحقيق دولي سوف يكون المجتمع الدولي المؤمن المتحدة بقضية قتلة المتظاهرين والمغيبين والمقتطفين يعني لحد هذه اللحظة نحن لا نعرف المصير شنو أكثر من مائة وستين شهيدا في ذيقار وحدها يطالب ذويهم من المجتمع العالمي بالتدخل في التحقيق بمقتل أبنائهم بعد أكثر من سنتين على أوعود حكومية ودولية ولم يتم الكشف عن القتل أو أصدار مذكرات قبضة بحقهم بعد المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين منذ الأول من تشرين من عام 2019 وإلى الآن من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة نهاية النشاة ونذكر بأبرز ما جاء فيها بعد مبادرة لحل الأزمة الراهنة رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم يعلن عدم المشاركة في الحكومة المقبلة هو الثالث من نوعه خلال أيام هجمت الكاتيوشا تطال مصادر الطاقة بكردستان ودخان سياسي من نار الاستهدافات ونزاع الوقود يدخل مرحلة خطيرة مذبحة داخل محطة تعبئة في البصرة لرفض منح البنزين خارج الضوابط مشاهدين للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر جيوتيوب وإنستجرام إلى اللقاء